صباحة الخير يا حاج كل سنة وانت تطيب ويا رب السنة الجيه نكون وقفين على العaraفات انشاء الله وانت تطيب يا حاج ويا رب نبقى الصحبة كده ان شاء الله يلا بقى ومعملين الفاتى يلا وانا عايز تزويدي بقى المصورة كده عشان ان بحبها مسمصها ا Росс وكتدة من عناية يا اخويت من عناية الathpnith صباحة الخير يا حاج صباحة الخير يا ماما صباحة الخير يا حبيب صباحة الخير يا حسان عامل ايه فى المذكرة يبني السنوية العامة يبني ماهاش يظهر قاعد زاكر يلا يبني ما انا بذاكر يا مامل انبالح وأنا عملا زاكر الناس كلاها عملا تحتفل وأنا عملا زاكر فقى ايه يا ماما اوانا اصرت فى حاجة امال ايه اللي خرجت يا ابني مخلقش تقطي زاكر فى الآضة مش انا مهيقلك الجو فى الآضة عشان تقطي زاكر يلا عشان امتحنتك بعد العيد على طول يا سده انا جاي اخذ العيدية ودخل تانى عن ايه الثانوية عمّة؟ يحجم Sharma انا بالذكرة هو أعلى الكت чудhaveي بالسنوية العمة يا عمة هات العلية بتاعتي يلا ي forestry انت مش فاهم يا ابني ولا اه ردية اللي انت عايزة يا ابني روح الذكر يابني واش وقته عديات انت عندك امتحانات بعد العيل هتعمل اي يا خوية بالعادية بتاعتك دي روح ي Greater Lambי�ho رح يا حبيب الذكر يلا واشف ما اصلحك أنا عشان هارف اذاكر عايزي العودية بتاعتي ي5000 هات العودية يلا الاحد دي يا حدن من خواهن بنقول ايه حنب نقول طور يقول احلي بو عيدية اللي عايزها هو عنده امتحانات كمان كم يوه هو ينفع عيدية وعنده امتحانات طب دا اسمه كلام بالزمة هو انتو بتتكلموا بجد ولا ايه فين العيدية يا جدعان عشان عارف ايه هادخل جوا عرض الزاكر كده هوفق ايه يا ملح السنوية العامة بالعيدية يا ماما انت يا ابني بتتكلم بتقول ايه يا حبيبي ادخل الزاكر يا حبيبي هو انت هتعمل ايه بالعيدية وانت عندك امتحانات روح زاكر روح زاكر ما انا بقولك ايه حاج علي الطلبات ان ما جبتلي العيدية بتاعت دلوقتي ما انا داخل مزاكر ولا عدت فتح كتاب انا بعرفك اهو وما يقولك بقى ابنك سقط وروح شوفه عالقهوة ما تبقاش تقولي الزاكرتش لايه يا ابني انت بتهددني يا لك ما تعد يقري على القهوة هو انت ما نتيجة تظهر هيقوله نتيجة محمد ولا نتيجة حسام نتيجة حسام طبعا انت لنتيجتك هتظهر انت حور انت اللي هتسقط يا خويا وفي الاخر مش هتلاقي لك شغلان وتبضل قعد على القهوة طب ادك بقى على العدية يا حاج خلينامش واشوف مصلحتها يا حاج لو سمحت بقى هات العدية بتاعتي يا حبيب انت بصنوية عامة ملكش اي عدية ولا لك اي حاج غير انك تعد تزاكر انت عندك امتحانات بعد العين مفيش عدية ولا في فصح ولا في خروج ولا في اكل ولا في شرب ولا في اي حاجة دي دي اللي هتحدد مستقبلك يا ابني ادخل يا ابني ذكر يا ابني انت يا ماما فين العدية بتاعتي يا ماما اللي انت بتدهلي كل سنة انا مش فاهم علاقة الصنوية العامة بالعادية او ايه اللي مفيش عادية عشان انت في صنوية عامة يا ستة انا احوش العادية بتاعتي مش اصرفها دلوقتي يا ستة بس هتها يا ستة بقى لا يجوز اعطاء العادية لطالب الصنوية العامة الذي لديه امتحانات بعد العيل اهي دي مكتوبة في الورقة اهي قدامي اقول ايه بقى فتوة يعني مش كفاية علينا ان احنا لا هنخرج ولا هنتفسح ولا هنروح في اي حتة ولا هنصار معنا والعائل اصحابي يقول لف بالعربيات وكمان انا عد بذاكر وفي الاخر تقولي لي مفيش عادية ولا في فلوس داخل الجاب ده ظلم والله العزير احنا بتاع السنوية العامة دول مظلومين السنة دي خالص ربنا معك يا حبيبي ومذاكر يا اخويا يلا خليك تفلح